السلام عليكم. في الدرس ده هنتعلم ازاي نعمل التجويف وتداخل الحروف آآ بالشكل ده. والدرس ده ان شاء الله يكون قاعدة اساسية للي اه حابب يتعلم المجال ده ازاي انا هفهمكم ببساطة ازاي تعمل التجويف في الحروف والتداخل الحروف باستخدام الظل او بالشكل اللي انتو شايفينه ده. ندخل بشكل مباشر على الدرس هنجيب المخطوطة اللي هنطبق عليها الدرس. وندخلها في الفوتوشوب بالشكل اللي انتو شايفينه ده. آآ طبعا نديها الحجم اللي احنا عايزينه وبعد كده نضغط على بلاس وبعد نضغط كليك يمين على المخطوطة ونختار نروح على طبقة الخلفية ونديها خلفية لون غامق شوية بحيس ان احنا نشوف التأثير. بعد كده ان نروح على المخطوطة اللي احنا نزلناها ونديها التأثير اللي انا عايز ادهولها الالوان او التكتشر او اي تأثير انا عايز اديه للمخطوطة واني اطل انا هديها آآ اللون ده علشان يزهر معنا بشكل واضح. بعد كده بادغط كليك يمين عليها واديها ريسترايز لاير ستايل بحيس ان انا احرر المخطوطة وخليها ريستر علشان لما اجيه اطبق عليها اي تأثير آآ يتفعل معايا في آآ التصميم. بعد كده بافتح طبقة جديدة فوق طبقة المخطوطة هنسمي الطبقة ديته هليكن المخطوطة او نسميها تكست. وهفتح طبقة جديدة فوق طبقة المخطوطة وهنخليها آآ الظل. الطبقة ديت هنضغط كليك يمين عليها طبقة الظل ونخليها آآ كريت ماسر. هنروح على اداة لبراش. وطبعا انحدد فرشة نعمة ونجهزها. آآ اللون اللي انا هعمل به الظل. اما ان انا اختار اللون الاسود. او ان انا اروح على الكلمة اللي انا عايز اطبق على اللون. اخد اللون بتاحها كده وليكن ده انا خدت اللون الابيض. وبعدين بضغط عليه double click. وباخد الدرجة غمقه من اللون ده وليكن ان انا خدت الدرجة الرصاصي ديه. وبضغط اوكي. بعد كده بروح اعمل زوم. نبدأ بالاول بحرف الالف. انا عندي حرف الالف بالشكل ده. حرف الالف انا بعمل فيها تجويف في منطقة واحدة فقط هي في المنطقة اللي في الاعلى. فانا باجي باستخدم اداة البنتول. طبعا انا واقف على طبقة الظل. بضغط هنا. وبضغط هنا كده. وبسحب بخلي اتجاه اللاين او الجايد اللي انا خدته ماشي مع اتجاه الالف بالشكل ده. باجي هنا بسيب ايدي من على الماوس وباجي في المنطقة ديت وانا في الداخل كده وبسحب بخلي اللاين ما يطلعش برا الحرف ولا يكون داخل الحرف بشكل كبير. وبعدين بكمل برسم الشكل ده. بعد ما رسمت بضغط على كنترول وانتر. بيتحدد معا بالشكل ده بروح اجيب البراش. طبعا اكبر واصغر من حرف الجيم والدال بكبرها شوية. وبرسم بطرف البراش مش بالمنتصف لا بطرف الفرشة او بطرف البراش بالشكل ده. وبعدين بضغط على دي الغي التحديد. ظهر عندي تجويف حاد من هنا شوية بجيب اداة الممحاة وبختار كمان فرشة نعمل هاردنز فيها صفر وبمسح بموت الجزء ده بالشكل. حرف الالف انا بعمل فيه الجزء ده فقط لها غير. ممكن عندي الظل لو زيت شوية بقلل الاوباسيتي على الطبقة بالكامل بالشكل ده. نجي لعملية بقى آآ الحروف الباقية. نجي لحرف الميم نفهم فكرة حرف الميم. طبعا آآ انا بعمل التداخل ده بناء عن ايه او الشكل ده بناء عن ايه انا باجي ليه الجزء اللي فيه دوران فيه كرف وبعمل آآ الظل فيه. نفهم الفكرة دي ازاي. ولنتخيل ان انت هتجيب ورقة وتحاول تعملها تعملها بشكل حرف الميم. هتعمل الورقة بشكل طولي كده. وبعدين هتيجي للجزء ده هتتني الورقة كده من فوق لتحت فيبقى الظل من تحت من هنا. هتيجي هنا هتتني الورقة ديت آآ بشكل زاوية كده قايمة فيبقى الظل في المنطقة ديت. هترجع تتني الورقة برضو تحت كده هيبقى الظل في المنطقة ديت. تيجي تاخد بقى من الاسفل وتنزلها فيبقى الظل في المنطقة دي. تعالوا نفهمها بشكل اوضح. المنطقة ديت انا ممكن اعمل الظل فيها من فوق ومن تحت. ازاي? ممكن اعمل الظل بالشكل ده. نضغط على كنترول وانتر. يبقى الظل نازل من فوق من تحت ومن تحت بالشكل اللي انتم شايفينها. لكن انا بفضل المنطقة اللي فيها حرف الميم ديت نمشي الظل بتاعها بشكل واقع شوية. تعالوا نشوف ازاي? انا هاجي على النقطة ديت. وهاجي هنا كده ما اطلعش برا لا هقف هنا في قبل النهاية وارسم بالشكل ده. واجي هنا هرسم بالشكل ده كده. ما اجيش على المنطقة ديت لا انا هرسم الشكل الصغير ده. واجي هنا وهضغط على كنترول وانتر. وهجيب اداة البراش هسخرها شوية. وارسم الظل في المنطقة ديت فقط لا غير. ما اطلعش هنا ما وصلش اليه المنطقة اللي هنا. وبعدين هضغط على كنترول دي علشان الغي التحديد. هاجي هعمل الظل في المنطقة ديت يطلع من هنا لفوق كده هاضغط بالبنتو اللي هنا وهاجي هنا ما اطلعش برا لا ده انا انا بكون في الداخل هنا وارسم واسحب بالشكل ده. واكمل الدايرة واضغط كنترول وانتر. هاختار اداة البراش وارسم بالشكل ده كده. واضغط على كنترول دي. تعالوا نعمل زوم اوت ونشوف شكل الظل عامل ما ماشي معنا ازاي كأنه الحرف جاي من هنا كده ونازل من تحت ويطالع لفوق بالشكل اللي شايفينه ده. لو في عندي اه شكل حاد هنا باستخدم اداة الممحاو زي ما احنا قلنا ان احنا بنجيب فرشة نعمة ونمسح الشكل الحاد. نيجي للجزء اللي هنا نشوف هنعمله ازاي هنجيب اداة البنتول ونضغط هنا كده ونيجي قبل ما نوصل للنهاية ونضغط ونسحب. وهنيجي هنضغط alt ونضغط هنا ونكسر الكيرف ونسحب بالشكل ده ونكمل الاداة. فلو جيت شفت هلاقي آآ البنتول طالع من عند هنا داخل في الحرف فانا لو جيت عملت الظل فهلاقي الظل آآ جاي حاد من المنطقة دي. فانا بختار السهم الابيض وباجي هنا كده احدد النقطة دي واسحبها لتحت. بعد كده بضغط ctrl و enter الوضع معي بقى تمام. باجيب اداة البراش وبسحب بالشكل ده. طبعا بسن البراش او بالطرف بتاع الفرشة. ctrl و دي علشان نلغي التحديد و ctrl و ناقص وتعالوا شوفوا شكل الظل بقى عامل معي ازاي. طبعا انا عامل هنا بحيس ان الظل يتطبق على الكلمة بالزبط. انا لو مش عامل هلاقي الظل متطبق على الكلمة والخلفية. لكن انا بقى تقليك مينو باختار كليبنج ماسك بحيس ان يتطبق على الكلمة او المخطوطة فقط لا غيره. تعالوا نعمل الحت المعقدة ديت شوية حرف الحاق متداخل مع حرف الالف حرف الحاق بحد ذاته بيتعمل ازاي. طبعا حرف الحاق جاي كده 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 كده. زي ما انتم شايفين بالماوس باجي من هنا واطلع كده واجي كده. طيب انا هنا. ممكن اخلي الجزء ده تحت وممكن اخليه فوق حسب راحتي. تعالوا نخليه تحت اسهل. فهنيجي نضغط هنا كده وهنضغط هنا. ونسحب بشكل بسيط كده بحيس انه ايه ادينا شكل ايه ايه الشكل اللي ماشي معنا هنا. ونكمل الدايرة ونضغط كنترول انتر ونجيب اداة لبراش ونسحب الظل بالشكل نضغط على كونترول و دي في الكيبورد عشان نلغي التحدي يتظهر معنا التداخل نجيب اداة البنتول ونضغط هنا ونضغط هنا كده ونضغط ونسحب سنة صغيرة ونكمل بقى ونضغط على كونترول و انتر ونعمل التداخل بالشكل ده يبقى احنا في الحالة دي تخلينا حرف الحق او الجيم داخل من تحت وطالع كده من تحت الجزء التاني نيجي بقى نكمل حرف الجيم هنقف هنا كده ونقف في الزاوية ديت ونسحب بالشكل ده طبعا ما طلعش بره وهنقف هنا كده ونسحب ما روحش عند الحرف ده ونضغط كونترول و انتر نجيب اداة البراش في الحالة ديت محتاج ان انا صغر البراش شوية بسيطة كده ونبدأ نعمل التداخل كونترول دي علشان الغي التحديد شفتوا بقى فكرة التداخل عامل ازاي طالع الحرف من هنا كده لافف وجاي هنا نيجي بقى للجزء ده انا نجيب البين طول نضغط هنا ونيجي قبل ما نوصل للنهاية نضغط ونيجي هنا نضغط ونعمل لفة صغيرة كده بس نخليها لتحت شوية ونيجي نكمل الدايرة ونضغط على كونترول وانتر نكبر البراش ونسحب من هنا كده الجزء ده بالكامل والجزء ده نسحب جزء بسيط منه ما نسحبوش بالكامل نضغط كونترول ونقص وتعالوا شوو شكل الحرف وتخيلوا معايا شكل حرف الجيم في عمل الزلة عايزكوا تدخيلوا شكل حرف الجيم او الحاق نفس الاسلوب ونفس الفكرة طيب عايز اعمل بقى تداخل لحرف الالف ده مع حرف الحاق بسيطة جدا هاجيب اداة البين طول هادغط هنا وهادغط هنا واخلي التحديد بتاعي بضقة شوية بحيس ان مايروحش للخارج او الداخل الزل يشوى معايا شكل الحرف هادديه الزل هنا هاجي للمنطقة الصغيرة دي هتتعامل معها بحساسية هادغط هنا كده وادغط هنا واحاول ان انا ما ادخلش في الزل التاني علشان نعملش تشويه وهاجيب البراشوي اصغرها لدرجة كده صغيرة بحيس ان انا اعمل الزل بالشكل اللي انتو شايفينه ده نلغي التحديد ونعمل ناقص علشان نشوف شكل التداخل اصبح شكل التداخل معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنيجي هنا بقى نخلي حرف الالف من تحت فبالتالي هنعمل الزل على حرف الالف هنيجي للنقطة ديت نعمل كده نسحب بالشكل ده نضغط كنترول انتر نكبر الفرشة شوية طبعا انا نتعامل مع حجم الفرشة حسب المكان اللي انا برسم فيه الزل نيجي هنا نضغط بالشكل ده نجيب اداد الفرشة ونعمل الزل كده احنا عملنا التداخل تعالوا نعمل زوم اوت ونشوف شكل التداخل وشكل الحرف شكله جمالي جدا والتداخل طالع معانا سليم مية في المية نيجي بقى للمنطقة دي دلوقتي حرف الالف هيبقى فوق ولا تحت انا هنا عملت حرف الالف تحت فهنا خلي حرف الالف فوق فبالتالي هعمل الزل على حرف الجي هجيب البنتول واضغط هنا كده واضغط وما ادخلش على الزل ده بحيس ان انا ما شوقهوش نجيب البراش ونرسم الزل نجيب اداة البنتول ونرسم هنا كده ونرسم واجيب اعمل الزل بسيط جدا هنا هضغط كنترول وانتر وهعمل الزل بسيط في المنطقة دي نضغط كنترول ونقص ونضغط زوم اوت فهنبص بقى لفكرة التداخل الحرف حرف الالف من هنا طالع من هنا داخل من هنا طالع نكمل التصميم هنيجي بقى في المنطقة ديت على حرف الميم هنقف هنا كده ونقف هنا ونعمل تداخل اه او نعمل الكيرف اللي في حرف الميم بالشكل ده نجيب اداة البراش ونرسم الكيرف بالشكل اللي انتو شايفينه ده تعالوا بقى الحتة اللي انا غلطت فيها هنا انا لما رسمت الكيرف طلعت بالماوس او بالتحديد برا الحرف فبقى شكل الحرف عامل معي ازاي شكل حاد فتعالوا نروح نرجع نزبط التحديد مرة تانية انا ضغطت بالبن طول هاجي هنا كده واعمل الكيرف وما طلعش برا التصميم اخليني داخل التصميم او داخل حدود الكلمة وتعالوا نعمل الظل كنترول دي وكنترول ناقص شوفوا بقى شكل الظل هنا بقى يا رب تكون الفكرة دي اتواضحت ان انا بمشي بالشكل كده وفي الداخل ما مطلعش برا بحيس ما يكونش شكل الظل حاد او كأنه متقطع بشكل عشوائي تعالوا نكمل الحرف طبعا هنا هنخلي حرف الالف الداخل هنجيب اداة البنتول ونضغط هنا ونضغط هنا ونسحب بشكل كيرف ونكمل ما ندخلش على الظل اللي احنا رسمناه قبل كده كنترول وانتر ونحدد ونعمل الظل بالشكل نيجي هنا كده ونعمل التداخل كنترول دي عشان اقلغي التحديد طب انا عايز اعمل كمان كيرف او الدوران بتاع حرف الميم فبقف في البنتول هنا وهرسم هنا وهرسم في النقطة الصغيرة ديت يعني ما اجيبش للاخر هنا لأ ده انا برسم في النقطة ديت وبرسم كده بعمل كيرف بسيط بضغط alt واضغط هنا وبالشكل ده برسم الجزء الصغير ده وبجيب اداة البراش وبعمل في الجزء اللي تحت ده فقط لغير ما بعملش الظل هنا لأ هنا كده فقط كنترول بي عند الجزء ده حد شوية بجيب اداة الممحة وبحاول اموت بس اخلي بالي ان انا مموتش الجزء التاني يعني انا بصغر الممحة شوية بموت الجزء ده فقط لغيره تعالوا نضغط ctrl ونقص ونشوف شكل الحرف عامل ازاي نيجي لحرف اللام بكل انواعه انا باجي من هنا كده بضغط في المنطقة ديت واجه هنا واضغط واسحب بالشكل ده واكمل الكيرف واجيب اداة البراش في عندي جزء حد فاجيب اداة الممحة اكبرها شوية وامسح الجزء الحد وتعالوا نشوف شكل حرف اللام طالع معي ازاي حرف الياء هاجي على حرف الياء طبعا انا ممكن اطلع لفوق وانزل لتحت حرف الياء ان انا بفضل بمشي مع الكيرف لتحت فانا بضغط هنا وبسحب بالشكل ده يعني اما الكيرف بتخيل شكل الحرف ماشي ازاي بخليه ماشي بشكل كده متناسك مع الحرف اا بتاعي ثم اضغط كنترول وانتر طبعا انتت تتعلموا الشغل ده وتكون محترفين فيه مع التدليب انك تشوف شغل كتير ويتتضرب على الشغل ده ويفيه الفكرة دي بنفس الاسلوب ده وبنفس الفكرة ديت بنكمل باقي الشغل نيجي للمنطقة ديت في المنطقة ديت احنا نختار نخلي الحرف الحق فوق الالف ولا الالف فوق الحق لا انا عندي المنطقة ديت حرف الحق جزء صغير فانا بخلي الحق فوق الالف فبرسم بالشكل ده كنترول وانتر وبارسم بالشكل ده باقي هنا بارسم بالشكل ده بامشي مع بتخيل شكل شكل حرف الحق نهايته عاملت ازاي وبارسم وبعدين بديه الظلم كنترول دي عشان الغي التحديد وتعالوا شو شكل الظلم وشكل التداخل عامل معي ازاي بعد ما ارسم الظلم بقدر بقى ان انا اضيف اللمعات وان انا ازود الظلم شوية ان انا بارسم طبعة بفتح طبعة جديدة بخليها اوفر لي وبعدين بروح احدد الكتابة بخلي وليكن اللون الابيض فوق والاسود تحت بختار اللون الابيض في البداية وبرسم لمعة في المناطق الداخلية او الخارجية يعني انا بحدد منطقة وارسم فيها لمعة فانا بارسم لمعة بالشكل ده في المناطق بعد كده بخلي اللون الاسود فوق وباجي بقى للمناطق عكس المناطق اللي انا رسمت فيها اللمعة المناطق اللي فوق مثلا وبرسم فيها الظلم بالشكل ده الظلم لو حد شوية بقلل اللون الاسود بيعمل ظلم اللون الابيض بيدي لمع طبعا الخطوة ديت اختيارية مش شرط انك تعملها انت مجرد ما عملت التظليل بتاع الحروف وتداخل الحروف خلاص انتهى الامر فالخطوة ديت الاخيرة اختيارية فتقدر تعملها او لا كنترول دي علشان الغي التحديد وده هلو نشوف اللامعة ديت بتفرق معي في التصميم ازاي الحاجة التانية الظل في اي وقت ان انا عايز الغي الظل من الظل اللي انا عملته بروح على طبعة الظل وبختار اداة الموحة وبلغي الظل بشكل بسيط نيجي بقى لطبعا الفكرة ديت انت بتمشي عليها في كل تصميمك هي سهلة وبسيطة جدا مفيش فيها اي مشاكل نجي بقى للقواعد والاساسيات الهمة اول حاجة نختار اداة البراش ونختار لون احمر علشان نرسم به ونشوف اول حاجة المنطقة ديت من هنا كده الهنا مفيش فيها الظل لو عملت فيها الظل هيتشوى في ناس بتيجي تعالوا ناخد مثال بسيط كده في ناس بتيجي بتعمل مثلا بالبنت طول هنا وتيجي تعمل هنا كده وتعمل الظل في المنطقة ديت فانت كده شوهت تعالوا نعمل الظل بسيط بس علشان نشوف كده انت شوهت شكل التصميم بشكل كامل فالمنطقة ديت انت متعملش فيها تصميم انت متعملش فيها الظل احنا الظل بنعمله في المنطقة اللي فيها كيرف او فيها شكل متني من التصميم علشان معظم الناس تفهمني كده انا يعتبر ان انا تانيت او عملت كيرف للحرف فانا بعمل الظل في المنطقة ديت المنطقة ديت مفيش فيها كيرف فانا ما عملش الظلف لأ انا بعمل الظلف في المنطقة اللي تحت تاني حاجة حرف الالف انا بعمل الظل في المنطقة اللي فوق بس المنطقة اللي تحت ديت من هنا لهنا كده مفيش فيها الظل حرف اللام الحرف ده حرف اللام الحرف ده انا لو جيت عملت الظل وحسيت انه هيتشوه فانا ما بعملش الظل باجي هنا كده مثلا وليكن وجيت حاولت اعمل الظل نختار لبراش ويجيت عملت الظل طبعا نزود القبس دي ويجيت لقيت الظل هيشوه التصميم بلاش منه فانا بروح للظل وبمسحه بالخالص وبسيب الحرف بالشكل ده الحروف اللي هنا احيانا بنعمل ظل في المنطقة ديت ولكن لو لقيت الظل ده هيشوه التصميم فانا بلغي زي ما انتم شايفين بعمل ظل في المنطقة ديت لو لقيت الظل ماشي معايا كويس اوكي تماما ما فيش مشكلة لو لقيت الظل هيشوه التصميم فانا بلغي الظل الحاجة التانية تداخل الحروف بخلي الحرف من هنا مثلا داخل من هنا طالع يعني بخلي الحرف ماشي متناصق معايا مرة داخل مرة طالع بحس يطلع يديني شكل جمالي تعالوا نشوف بعض التصميم ونشوف الافكار اللي هيه عندي حرف الرا انا عملت الظل في القلف زر الظل في الجزء اللي فوق والظل عند الكرف حرف الهاء تعالوا نشوف شكل الظل انا عامله ازاي حرف القاف نفس النظام النا Neparo chحم في منطقة الكرف وهنا عاملت الظل في منطقة الكرف فقط لا غير في عندي حاجة مهمة عايز اوضحها هي في حرف السين تعالوا نجيب حرف السين تعالوا نشوف مع بعض حرف السين ازاي بنعمل على الظل لان حرف السين محتاج شوية تشغل علشان يطلع معك الظل بشكل وقعي وبشكل جميل 100% نعمل رسترائز الارستايل ونفتح طبقة الظل زي ما تعودنا ونخليها حرف السين ماشي معايا ازاي حرف السين ماشي كده ووقف هنا وبعدين ماشي كده ووقف هنا وبعدين ماشي كده فانا بعمل الظل في حرف السين ازاي باجي على المنطقة دي توقف هنا وباجي على المنطقة دي توسحة بالشكل ده وبعدين بتكمل الدايرة ما مطلعش برا حرف السين زي ما اتفقنا باختار اداة لبرش وبرسم الظل في المنطقة دي زي ما قلنا فيه عندي جزء احد فانا بموت باداة الارض لحد كده الجزء ده كويس الجزء التاني انا بعمله ازاي ده المهم جدا دلوقتي تعالوا نشوف نختار اداة البنتول وهنقف هنا وهنيجي على المنطقة ديت ونلف بالبنتول بالشكل ده بحيس ان انا امشي مع حرف السين بالشكل اللي انتوا شايفين وبعدين نقف المنطقة ديت ونسحب بالشكل ده كده وبعدين نكمل الرسمة فبقى لقي اللاين او الجايد ماشي معي ازاي ماشي من هنا كده طالع واقف هنا وبعدين نراجع ماشي مع المنطقة دي نضغط كنترول وانتر عشان نشوف اوضح ونجيب لبراش نرسم بقى من هنا كده ونيجي هنا ونرسم للمنطقة ديت ونقف كنترول ودي علشان نلغي التحديد وتعالوا شكل الكيرف حرف السين احترافي جدا وشكله جميل جدا بالفكرة البسيطة دي نجيب اداة الارسلون ما هو الجزء ده هنيجي ليه المنطقة دي هنختار اداة البنتول ونقف هنا ونقف هنا ونسحب بالشكل ده كده ونضغط كنترول وانتر ونجيب لبراش ونرسم الكيرف في المنطقة دي هنيجي بقى للمنطقة ديت نضغط بقى ان انت ترسمها من تحت تعمل الكيرف من تحت او تعمل الكيرف من فوق كنترول دي علشان نلغي التحديد نجيب اداة المنحة ونموت الجزء ده وتعالوا شكل حرف السين عايزكم تشوف الفكرة ديت وتبقوها مرة واثنين وتلاتة على حرف السين لانه ده اهم حرف في عمل الظل وعمل الاتفاف الحرف لانه فيه شغل جامد شوية ويديك تأثير جامد تعالوا بقى ان نشوف بعض التصاميم نشوف تصميم المهيمن عندي حرف الالف زي ما انتو شايفين فيه جزء في امالة فانا عملت الجزء ده تعالوا في انا عندي غلطة هنا لاني طلعت برا الخط بالبنتول فاداني تشويه في الدوران والكيرف فديت الحاجة اللي انا بحاول ان انا اوضحها انك ما تطلعش برا التصميم بتخليك في الداخل شوية بالرسم الجزء ده بتعامل بنفس فكرة حرف السين اللي احنا شرحناها قبل شوية نشوف تصميم تاني اه في شغل اكتر اه في التصميم ده اه طبعا زي ما انتو شايفين تداخل حرف الواو خلينا حرف الراء طالع منها وعملنا الزل الظل. بالشكل اللي انتم شايفينه ده وده نفس فكرة حرف السين. حرف الصاد عملنا الظل من فوق من تحت الفوق بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا حرف عملنا الظل بالشكل ده نفس فكرة حرف الالف اللي احنا شرحناه في الدرس. هنا ركزنا على تداخل طبعا حرف الكاف زي ما انتم شايفين عملت الدوران ازاي والتداخل زي ما انتم شايفين من فوق وبعدين من تحت فبيتديني شكل جمالي في التصميم حرف الكاف طلع من تحت حرف الالف وبعدين من فوق حرف اللام وبعدين من تحت حرف اللام التانية حرف الميم فكرة الظل عن طريق الدرس ده تقدر تعمل الظل وتداخل وتفريغ الحروف بالشكل والاسلوب اللي انا شرحته لكم ده اول حاجة ان انا بدي تأثير للكلمة وبعدين بحاولها ريستر واعمل طبقة فوقها واخلي الطبقة دية كليبنج ماسك بحسي بتأثير على الكلمة فقط لغير وبعدين ببدأ بقى استخدم البنتول والبراش وارسم الظل وتداخل الحروف اتمنى انه تكون الفكرة واضحت في الدرس وقدرت ابسط لكم الفكرة والطريقة اه علشان بقى تمشي صح في الحروف اه احنا قلنا ان احنا بنعمل الظل في الكيرف او المنطقة اللي فيها دوران او المنطقة المتنية بلغة المصريين علشان كل الناس تفهم انا بتكلم ايه ازاي دية المنطقة في بعض الدول بتسميها الكيرف في بعض الدول بتسميها لف او لفة وفي مصر بنقول عليها منطقة تانيان او منطقة متنية بنعمل فيها الظل المنطقة المستقيمة اللي ازاي ديت ما نعملش فيها اي ظل فقط لغير بنعمل الظل في المناطق اللي فيها كاف في بعض الكلمات بطر ان انا ما اعملش الظل في بعض الحروف زي ما انتو شايفين حرف الالف هنا ان انا ما عملتش فيه الظل لان التصميم متطلب معايا كده لكن في بعض التصميم بطر ان انا اعمل له ظل علشان اظهر الحرف اه اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالدرس ده لو لسه الموضوع صعب شوية اكتبوا لي في كومنتات احاول ابسطها لكم اكتر من كده في دروس جاية ان شاء الله اه منتظر دعمكم الى القناة والتعليقاتكم على الدرس سواء في القناة او في المجموعة مجموعة نسمات اترككم في راعة الله واعتمANTلكم اتوقي النجاح والسلام عليكم وبردان الله وبركاته